جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هي مؤسسة اقتصادية تابعة للقوات المسلحة تساهم مع باقي أجهزة الدولة في التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرية وقد ساهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إسهاما فعالا لتحقيق التوازن في السوق المصرية عن هذا الموضوع يحدثنا اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم إن الناظر والمتأمل الأحداث الدولية العالمية يدرك أن الغزاء قد تحول من مجرد سلعة تجارية قابلة للبيع والشراء إلى سلاح يستطيع من يملكه أن يصوبه نحو من يحتاج إليه لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية معينة وكل دول العالم أدركت تلك الحقيقة جيدا وأصبحت تبحث عن طرق ومسارات جديدة تسير فيها للحفاظ على أمنها الغزائي ومصر ليس بمعزل عن العالم الذي نعيش فيه وقد كانت قراءة مصر لكل هذه المشاهد أكثر شمولا ورؤيتها للمستقبل أكثر موضوعية فلم تكتفي بما تنتجه من غزاء بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية نستطيع بها أن نقفز خطوات للأمام لسد أو تقليل الفجوة الغزائية التي نعاني منها منذ عقود طويلة نتيجة لتآكر وقعة الزراعات من جهة وزيادة معدلات النمو السكاني من جهة أخرى سيادة الرئيس تنفيذا لتوجهات سياداتكم المستمرة ومساهمة مع أجهزة الدولة المختصة في وضع نظم غزائية مستدامة تحقق الأمن الغزائي لأبناء وطننا الغالي مصر خاصة في ظل التدعيات العالمية الحالية وتأثيرها على الأمن الغزائي العالمي فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة نستهدف منها أمننا الغزائي واسمحوا لي سيادتكم أن أستعرض أهم هذه المشروعات زراعة 400 ألف فدان حالياً بواسطة القمح والمحاصيل الحقلية المتنوعة منها 300 ألف فدان بجنوب الوادي بالإضافة للمساحات المنزلعة بالصوب الزراعية والأراضي المفتوحة بكل ملنوارية ووادي الملاك ووادي النطرون والتل الكبير ووادي الشيح ومزرعتين الإرادة وتحيا مصر مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان بالتعاون مع العائلة الندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة مخطط زراعة 600 ألف فدان بتوشكة علاوة على 400 ألف فدان جاري استصلاح حالياً ضمن 2.2 مليون فدان بمشروع دلتة الجديدة العملاق بمنطقة الضبع وفي مجال توفير الأسمدة الزراعية جاري العمل حالياً على استكمال مجمع الأسمدة الآزوتية المتكامل بإجمال ستة مصانع جديدة بالعين السخنة بالتعاون مع مجموعة تيسين كروب الألمانية وبيترو جيت ليصبح إجمال مصانع الأسمدة بشركة النصر الكيمويات الوسيطة 22 مصنع سيادة الرئيس لقد شرفنا بافتتاح سيادتكم تدشين موسم حصاد السلعة للإستراتيجية الأهم لدى الدولة المصرية والمصريين جميعاً من تشكى الخير وشرق الوينات بجنوب الوادي لمساحة 220 ألف فدان قمح واليوم استكمالاً لما عهدنا سيادتكم عليه يقوم الجهاز بتنفيذ ستة مشروعات تنموات كبرى تساهم في تنمية الصرع الحيوانية في مصر وتعظيم العائد منها وخفض معدلات الاستيراد للحوم ومنتجات الألبان بمحافظات المنوفية والبحيرة والوادي الجديد والبحر الأحمر بطاقات استيعابية إجمالية من منتجات اللحوم والألبان كالآتي 20 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان بمتوسط طاقة إنتاجية 600 ألف لتر يومياً 108 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين بطاقة إنتاجية إجمالية 54 ألف طن لحوم حية بالدورة الوحيدة 4 خط للزبيح الآلي بطاقة إنتاجية 640 رأس بالوردية الوحيدة وهنا نحن اليوم استكمالاً لما بدأناه نشرف بافتتاح سياداتكم لعدة مشروعات تم بحمد الله الانتهاء من تنفيذها في نطاق محافظة المنوفية ومن هنا في مدينة السادات نفتتح مشروعين هما المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب والمجهز بأحدث الأجهزة المعملات والتقنيات الحديثة وطبقاً لمعايين منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغزاء يثري منظومة البحث العلمي بكليات الطب البيطري بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية وعلى كافة المستويات البحثية المجمع المتكامل لإنتاج الحيواني الألبان مكون من ستة مزارع خمسة لإنتاج الألبان بطاقة استعبية خمسة آلاف رأس حلاب ومزرعة لتربية نتاج الحلاب بالإضافة إلى أربعة مشروعات أخرى يتم افتحها من خلال منظومة الفيديو كونفرنس مشروعين في نطاق محافظة البحيرة مجمع الإنتاج الحيواني بشمال التحرير ومجمع إنتاج الألبان بالنبارية مشروع مجمع إنتاج حيواني في نطاق محافظة الوادي الجديد مجزر آلي متكامل بسفاجة في نطاق محافظة البحر الأحمر بتكنولوجيا إيطالية علاوة على قيام الجهاز باستكمال مجمعين جديدين لإنتاج الألبان بمدنة الحمام وودي النطرون بإجمال طاقة استعبية عشرة آلاف رأس حلاب بطاقة إنتاجية تلتمائة ألف لتر يوميا ومجزر آلي متكامل بالنبارية بطاقة إنتاجية تلتمائة وعشرين رأس زبيح بالوردية الوحدة ومخطط الانتهاء منه خلال شهر إن شاء الله ولتعظيم القيمة المضافة لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني فإن رؤيتكم ونظرتكم الاستقبلية الصاقبة سيادة الرئيس كانت بضرورة استكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ومنها المشروعات القائمة على نتائج الذبيح مما يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال مجمع صناعي ضخم بمدينة روبيج يضم مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من بقايا الجلود بتحالف مع شركة إلسا الإيطالية بالإضافة إلى مصانع أخرى لدباغة الجلود وصناعة الكيمويات والجيلاتين الغذائي والطبي بكيان جديد لزر أند مور وبتحالف أوروبي أمريكي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي في بي سي بمشارف مدينة إسماعيلية بطاقة إنتاجية خمسة واثنين من عشر مليار جرعة لقاح بيطرية سنويا تمثل حوالي 50% من حجم الجرعات المطلوبة على مستوى الدولة المصرية بشراكة مع شركات ميفاك ويوفاك بالإضافة إلى 140 مليون جرع أخرى من اللقاحات والأمصال البشرية مصنع لإنتاج الجبن الجاف والنصف جاف بورج العرب بطاقة إنتاجية 12 ألف طن سنويا بتعاون أوروبي وشركة لاكتيليز إحدى شركات القطاع الخاص المصري لإنتاج ثمانية أنواع من الأجبان عالية الجودة ووفقا للمقاييس العالمية حلم جديد لمصنع جديد مشروع إنشاء مصنع بورج العرب لاستخلاص البروتين واللاكتوز المادة الخام الأساسية لصناعة لبن الأطفال من شرش الجبن الناتج من مصنع الجبن الجاف والنصف جاف والتي يتم استرادع حاليا من الخارج سيادة الرئيس إن مشروعات الأمن الغذائية التي يكلف بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تعتمد على التكامل بين المشروعات الزراعية والصناعية والتي نرعي فيها أساسيات ومعايير سلامة المنتج الغذائي ومن تلك المشروعات مشروع التوسعات المستقبلية بالمرحلة الثانية بالشركة سايلو فوز للصناعات الغذائية بمدينة السادات والتي سيتم استفتاحها في المستقبل القريب بإدخال مصانع جديدة لمنتجات الألبان والحلاوة التحنية والكرتون ومجهزة بأحدث المعدات وخطوط الإنتاج بتقنيات وتكنولوجيات أوروبية عالية المستوى بالإضافة إلى محطة أعادة تدوير المذيبات ومعمل مركزي لإجراء التحليل الدورية مشروع إنشاء مجمع الصناعات الغذائية قهوة إدفينة بمدينة السادات بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمكوم من إحدى عشر مصنع للمعلبات والمركزات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي لاستكمال حلم مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات مشروع إنشاء مصنع منتجات البطاصس بشرق الأينات بطاقة إنتاجية عشر طن في الساعة وبطاقة تخزينها الأكبر في مصر بإجمالي 134 ألف طن تبريد وتجميد وبتكنولوجيا أمريكية وأوروبية وبالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص مشروعات جديدة بجنوب الوادي بمنطقة توشكة تضم سلاسة مصانع مصنع للتمور بطاقة عشر طن في الساعة بتكنولوجيا إيطالية ومصنع لإنتاج الأخشاب من جريد النخل بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مكعب سنوياً بالتعاون مع شركة وزر الألمانية وجري حالياً إنهاء التفاوض على إنشاء مصنع لإنتاج السكر من مدين الخام البنجر وقصب السكر بطاقة إنتاجية 500 ألف طن في السنة سيادة الرئيس إن المشروعات الجديدة الجاري لعمل بها سيكون لها الأثر الإيجابي بمنظومة الأمن الغزائي المصري حيث تحققت بتوفيق من الله عز وجل ثم توجهات سيادتكم والدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة وأيضاً أحسنت في توظيفها جهود رجال الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني والشركة الوطنية للمقاولات وأستأذن سيادتكم في الإشارة إلى التعاون الصادق والبناء الذي قدمته وزارات الزراعة والسصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والرأي وأكاديمية البحث العلمي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية عند تنفيذه تلك المشروعات سيادة الرئيس في نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أكرر العهد والوعد الذي قطعناه على أنفسنا بمواصلة السعي الحسيس نحو البناء على ما تحقق من إنجاز فشعب مصر العظيم يستحق منا أن نوجه كل طاقتنا صغب تحقيق كل ما يتطلع إليه ويعلو على جبيننا علامات الفخر وبسمات الأمل حافظ الله مصر وحافظ شعبها العظيم دامت مسيرتكم النجاحة سيادة الرئيس لما فيه خير الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته